مرحبا ركتشلار ومارمئيس نزدير اليوم درسنا رح يكون عبارة عن جزء ثاني من درس تركيب الجمل في الدرس الماضي كنا تكلمنا عن الجمل الفعلية واليوم ان شاء الله رح ينتكلموا عن الجمل الاسمية فأبسط الجمل الاسمية التي تتكون من مبتدأ وخبر مثلا أحمد طالب أحمد هو المبتدأ وطالب هو الخبر في اللغة التركية نقول أحمد هو المبتدأ أو الاسم هو الخبر نفس تركيبته في اللغة العربية مبتدأ ثم خبر لكن بالنسبة للخبر نضيف له اللاحقة دير حتى يتم التأكيد عليه على الخبر وهذا اللاحقة كنا تكلمنا عليها من قبل في درس خاص رح تلقاه رب الخاص به في صندوق الوصف عندي الجملة التالية هذا هو هو الضقس جميلة كان جميلا هوا جزال دي كان الطقس جميلا هنا هوا هو مبتدى عندي مبتدى و جزال دي هو الخبر هنا لم اقل هوا جزال الطقس جميل قلت الطقس كان الطقس جميل كان باضافة اللاحقة دي للدل على الماضي بمعنى كان كان الطقس جميلا مثلا اريد ان اضيف ظرف زمان عفوا لأقول مثلا كان الطقس جميلا اليوم بوجن لتصبح بوجن هوا جزال دي بوجن اليوم كان الطقس جميلا طيب عندي هذا الجملة في حالة الاثبات اريد ان اغيرها الى حالة النفي و اقول لم يكن الطقس جميلا اليوم كيف تصبح باللغة التركية فكروا قليلا اكيد راح تقولولي انضيف الادات دي اللي هي اداة النفي راح نضيف الادات دي اللي راح نشوف اذا كانت الجملة صحيحة ام لا انظروا بوجن هوا جزال دي دي هل هذي الجملة صحيحة طبعا لا لانه هذ اللاحقة راح تأخذها الادات دي اللي تصبح دي دي لم يكن ورح نحذفها من الخبر اللي هو جزال لتصبح بوجن هوا جزال دي دي بوجن هوا جزال دي دي لم يكن الطقس جميلا اليوم انا عندي جزال سن جزال سن انتي جميلة اريد ان انفي هذا الشيء واقول انتي لست جميلة فانضيف اللاحقة او الادات عفوا دي اللي هي اداة النفي فتصبح جزال سن دي جزال سن دي وهذا الجملة خاطئة لانه دي هي اللي راح تأخذ الادات سن لهذا راح نحذف سن لأضيفها الى دي لتصبح دي لسن جزال دي لسن انتي لست جميلة عندي جملة اسمية اخرى متكونة من مبتدأ او اسم زائد ظرف مكان او شبه جملة مثلا مارت مارت هو مبتدأ أو الاسم وفددر هي ظرف المكان ف بيت د هو حرف الجر في ودر هنا أتت بمعنى الاحتمال يعني يكون في البيت مثلا الشخص ما يسألني مارت نارده يقوله افددر يعني يكون في البيت هنا رأي عندي احتمال اما يكون في البيت او لا فهذا اللاحقة مثل ما قلت لكم من قبل تلقوها في الرابط الخاص بها في صندوق الوصف بما ان الجملة الاسمية تتكون من اسماء تكون على شكل مبتدأ او خبر وممكن تكون على شكل صفة وموصف الآن راح نشوف لما تكون على شكل صفة وموصف كيف تكون عندي الجملة التالية جزال بي اف جزال بير اف يعني بيت جميل جزال هي صفة و بي اف هو موصف ودايما الصفة هي اللي تسبق الموصف انا ماذا اصف؟ اصف البيت بماذا اصفه؟ بالجميل بيت جميل فهنا لماذا اضفت الادات بير؟ هذه اداة التنكير راح تلقاو الرابط الخاص بها تلقاو درس خاص به النكرة والمعرفة في صندوق الوصف وراح تلقاو كل التفاصيل الخاصة به فلماذا اضفت الادات بير؟ لانه كلمة اف نكرة على مثال اخر مرت اقل بي چجوك مرت اقل بير چجوك يعني مرت ولد ذكي فاقل هو الصفة يعني ذكي وبي چجوك المنصوف اما كيم بو اقل تجوك؟ من هو الولد العاقل؟ مرت هو الولد العاقل مرت اقل بي چجوك راح نأخذ الجملة التالية بو يل اربالار چوك بهالي بو يل اربالار چوك بهالي يعني هذه السنة السيارات غالية جدا أو السيارات غالية جدا هذه السنة كان عندنا عدد أو يعني اي شيء يحدد نوع أو كمية يسبق الاسم مثلا اكي اربا اكي اربا هنا أتى العدد قبل الاسم اكي اربا ما قوش اربا اكي اكي اربا يعني سيارتين مثلا عندي بي تاني اكمك بي تاني تاني يعني واحدة بي تاني واحدة نقدر نقول اكي تاني اج تاني الى اخره اكمك خبزة واحدة اما بالنسبة لظروف الزمن دايما نكتب الفترة الزمنية الاكبر ومن بعد الروح لفترة الزمنية اللي اصغر منها مثلا يارن صباح يارن صباح وعندنا بالنسبة لي مثلا لو اريد ان اكون جملة فيها ظرف زمني او ظروف زمني عندي يل هو اللي يأتي الاول بعدها اي وبعده هفتة وبعده جون لو مثلا كنت اريد ان اتكلم عن الشهر هو الاول انقول الشهر بعده الاسبوع بعده جون او الشهر وبعده جون المهم تأتي الفترة الزمنية الاكبر وبعدها الاصغر عندي مثلا ساعة دقيقة وصانية فالساعة هي الاكبر بعدها تأتي الدقيقة وبعدها الثانية مثلا عندي الجملة التالية جتانيال شبات اي اندا نولدو رح انكمل لكن الشي اللي ركزالي جتانيال اول شيء وضحت السنة وثاني شيء وضحت اي اللي هو الشهر ف جتانيال السنة الماضية شبات اي اندا في غير لا اعرف باللغة العربية نسيت المهم الشهر الثاني شبات اي اندا يعني هنا في الشهر الثاني من السنة الماضية اشتركوا في القناة